موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طالبات وطالبات المدارس السنوية الزراعية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة متميزة هناخد فيها باقي مخرجات التعلم في وحدة اعداد معمل الاحياء احنا درسنا مع بعض في الحلقات السابقة الجزء الخاص بمنهج النبات ان شاء الله في حلقة النهاردة هنحاول نستكمل مع بعض باقي مخرجات التعلم الخاصة بجزء الحيوان احنا خدنا في الجزء الخاص بالنبات والحيوان ايضا لان مخرج التعلم الاول هو مخرج مشترك بين وحدة او بين قسم النبات وقسم الحيوان خدنا يعد الادوات والاجهزة المعملية والمخرج التاني يعد المواد والخامات المتنوعة والمخرج التالت اللي كان في الحلقة السابقة يعد بيئات النمو المختلفة طبعا كل مخرج اخدناه من حيث معايير الاداء المختلفة الواجب تطبيقها لمعرفة مدى الانجاز في كل مخرج تعليمي وايضا اعرفنا اهم الادلة الواجب على الطالب ان يقدمها للمقيم لكي يبرهن على انه اصبح جديرا في اداء مخرج التعلم الخاص في وحدة اعداد معمل الاحياء وطبعا زي ما قلتلكم ركزوا على الادلة الداعمة لانه مهمة جدا علشان البرتوفوليو او ملف الانجاز الطالب الخاص بكل طالب حيتم تقييمه كدرجات في نهاية البرنامج الدراسي بعد اجتيازك لجميع وحدات البرنامج النوعي سواء بقى كان عندنا اعداد فن معامل او فن تصنيع غزائي او فن حاصلات او فن محاصيل ايا كان نوع البرنامج اللي عندك او اللي انت مقيد به فانت تكون وحدات اللي انت درستها كلها تكون اكتستها من اول مرة ما تغيبش فيه اثناء عملية التقييم او حتى اثناء عملية التدريب ادي المهارة بكفاءة قدم الادلة الدعمة على انك اصبحت جديرا في المهمة والادلة الدعمة بسيطة جدا عزيزة طلبة والطلبة قد تتمثل فيه ان انت تخلي زميل لك او حتى المقيم نفسه ممكن يعمل كده يصورك اثناء تأديتك للمهارة او حد برضو يعمل لك فيديو مختصر وانت بتنفذ المهمة او بتنفذ مخرج التعلم او معيار الاداء اللي عندك وبعد كده بيتم ارفاقها في سجل التقييم الخاص بكل واحدة من الوحدات وكلما كانت ملف الانجاز الخاص بطلبنا ملف مكتمل وانت مكتاز المهارات والوحدات من اول مرة والمخرجات التعلم من اول مرة ولم تتغيب عن اي مخرج من مخرجات التعلم بدون عزر فانت ان شاء الله هتاخد في التقييم النهائي اللي بيتم في نهاية البرنامج من قبل اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم وايضا فيه اعضاء من لجنة الصناعة او من وزارة الصناعة وكل دي يقول بيبقى الهدف الاساسي ان هما يصدروا احكامهم على طلبنا ان هما بالفعل مؤهلين للتحاق بسوق العمل او غير جادرين بعد فانت طبعا كل اللجن دي هيبقى عندك مقيم وعندك محقق داخلي وعندك محقق خارجي واللجنة النهائية كل دي الهدف الاساسي من كل هذه اللجنة هو اصدار حكم صحيح وبات على طلابنا والمتدربين اللي عندنا انه الطلاب اصبحوا جادرين وعندهم الكفاءة على تأدية المهام التي توكل اليهم سواء كان في المجال الصناعي او المجال الزراعي او المجال التجاري او الفندقي تعالوا بنا اعزائي الطلبة والطلبات نبدأ مع بعض نستكمل باقي مخرجات التعلم في وحدة اعداد معمل الاحياء وهناخد مخرج التعلم رقم اربعة يعد الشرائح الحيوانية والحشرية تعالوا نشوف معايير الاداء الخاصة بهذا المخرج وايضا ادلة التعلم الواجب على الطلاب ان يقدموها لكي يبرهنوا انهم اصبحوا جادرين او ليسوا جادرين بعد تدريبهم على مخرج التعلم رقم اربعة احنا عندنا المعيار رقم اربعة واحد بيرتب الشرائح الحيوانية والحشرية وفقا لارشادات المعمل اربعة اتنين بيختار الشرائح الحيوانية والحشرية وفق اولوية العمل في معمل الاحياء اربعة ثلاثة ينظف الشرائح الحيوانية والحشرية وفقا لارشادات المعمل المعيار الرابع والاخير يحفظ الشرائح الحيوانية والحشرية وفقا لقواعد العمل بالمعمل طبعا ادلة التعلم الخاصة بمخرج التعلم رقم اربعة اللي هو يعد الشرائح الحيوانية والحشرية عندي دليلين دليل اداء ودليل تساول والادلة دي ادلة اساسية واكرر ادلة اساسية لا غنى عنها في التقييم بالنسبة لعزانة الطلبة والطالبات بيلزم تقديم دليل اداء واحد في صورة بطاعة ملاحظة مدمجة للمعايير اربعة واحد الى اربعة اربعة وده بياخد مرفق رقم اثنين بيلزم تقديم دليل تساؤل واحد في صورة امتحان تحريري للمخرج رقم اربعة وده مرفق رقم خمسة ادلة التعلم الدعمة بتتمثل في صور رقمية او تسجيلات فيديو وكل الادلة دي بيتم الاحتفاظ بها زي ما اتفقنا دائما وابدا في ملف الانجاز الخاص بالطالب من اجل اغراض التقييم والتحقق سواء التحقق الداخلي او التحقق الخارجي هناخد اول معيار عندنا اللي هو يرتب الشراحة الحيوانية والحشرية وفقه ارشادات المعمل وانا قلتلكوا الاحتياطات الواجب مراعاة عند العمل في معمل الاحياء طبعا كلكم بقيتوا عارفينها وكررناها اكثر من مرة اتباع او تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ده اساسي في اي وحدة انت تشتغل عليها سواء في المجال الصناعي او الزراعة او حتى التجارة او الفندوقي الاذواتك والزي وقواعد العمل داخل المعمل ومتابعة الاضاءة والتهوية وتوفر طفوات الحريق وعدم تناول الاطعمة وعدم لمس الزجاج المكسور وكل الاشياء اللي احنا قلنا عليها دي بتبقى اساسية اثناء عملك في معمل الاحياء لانه معمل البيولوجي هو من المعامل المهمة جدا في مدارسنا النوعية المطبق بها منظومة الجدرات لانه طبعا البيولوجي بيدرس الكائنات الحية سواء كانت تتبع المملكة النباتية او تتبع المملكة الحيونية او حتى الكائنات الحية الدقيقة الهدف الاساسي معرفة خواص هذه الكائنات واهميتها للاقتصادية بالنسبة للانسان ومدى التنوع الحيوي والبيولوجي واثر كل كائن حي على مكونات النظام البيئي طبعا انتم عارفين اعزائي الطلبة والطلبات ان احنا في النظام البيئي بنهتم بادارة موارد الطبيعة او الموارد الطبيعية او عناصر النظام البيئي بصورة مستدامة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية سواء كانت المياه سواء كانت الطاقة الغير متجددة او حتى مكونات التربة ايا كانت عناصر الانتاج او عناصر النظام البيئي كل دي بنحافظ عليها في الصورة مستدامة وبنعرف دور كل كائن حي من الكائنات الحية سواء الدقيقة او الكائنات الحية التي ترى بالعين المجرد في اهميته في احداثه لأي خلل في عناصر النظام البيئي والتنوع الحية ومهم جدا لان كل كائن حي لدور في السلسلة الغذائية وبنقول على الفوتشين وده مهم جدا لاستمرار الحياة على سطح الكرة الارضية تعالوا نشوف الاحتياطات بقى مع بعض اول حاجة عندنا استخدام القفازات البلاستيكية والكمامات ومعاطف المعمل اللي هو البلتو او الأفارول سواء عند تشريح العينات او دراستها واده صورة بتبايل لك ملابس السلامة والصحة المهنية كل دي طبعا انتوا اتدربتوا عليها واي طالب دلوقتي بيتبع منظومة الجدرات لما بنخش المعمل بقينا نلاحظ فعلا صورة ايجابية لانهما بيرتدوا كل ادوات السلامة والصحة المهنية اثناء دراستهم لوحدات الجدرات المهنية تعالوا نشوف مع بعض باقي الاحتياطات او اهم الاحتياطات عندها اجراء عملية التشريح اول حاجة بعملها بيتم فحص الحيوان والتأكد من سلامته قبل البدء في التشريح لا تستخدم الادوات المعدنية الصديقة في عمليات التشريح وايضا التحنيط احذر عند استخدامك ادوات التشريح فكل هذه الادوات هي حادة واذا تم جرحك كم بتعقيم مكان الجرح مباشرة تعالوا نشوف مع بعض باقي الاحتياطات عند التشريح استخدم الكفازات المطاطية عند التشريح بعد الانتهاء من اجراء عملية التشريح قم بتنظيف ادوات التشريح ثم جففها جيدا وقم بدهانها بطبقة من الفازلين حتى لا تصدق وقم بعد ذلك بحفظها في علابها الخاصة بها طبعا انتوا عارفين انه علبة التشريح انتوا بيتوا على دراية بها متوفرة والحمد لله في معظم معاملنا موجودة في المدارس قلبة التشريح بيكون فيها مجموعة من الادوات اللي بتستخدم في تشريح الكائنات الحية سواء او عمل القطاعات سواء كان كائنات حية نباتية او حتى حيوانية طبعا بيبقى مشرط ابر التلقيح ملاقط ادوات طبعا مختلفة مقص قفزات طبعا انت بتستخدمها كمامة نضارة واقية معطف كل دي بتبقى ادوات مهمة جدا اثناء عملك في معمل الاحياء تعالوا نشوف مع بعض الاحتياطات الواجب مراعتها عند التعامل مع العينات المحفوظة طبعا العينات المحفوظة بتبقى محفوظة في محليل حفظ مختلفة سواء كان فورمالين سواء كان كحول ايا كان نوع او محلول ملحي ايا كان نوع المحلول اللي بيتم حفظ فيه العينة لازم اتوخى الحذر عند التعامل مع هذه العينات المحفوظة لتلافي حتى تعرضها لتلاف او لكسر العبوة كل دي بتبقى اشتراطات ممنوع منعا باتا تداول الادوات الا اثناء وجود المقيم ولا تلمس اي اداة من الادوات الا بعد تدريبك عليها لان طبعا اي خطأ في معمل الاحياء قد يعرضك للاصابة بالعديد من الامراض لان انت بتتعامل مع كائنات حية قد يكون منها النافع وقد يكون منها الضار فتوخى الحذر جيدا انحنا بنحافظ على طلابنا اثناء تاديتهم لجميع المهارات وطبعا عندنا وحدات اساسية اللي هي وحدة السلامة والصحة المهنية هتلاقوها متطبقة في كل البرامج النوعية سواء كان فني معمل او فني تصنيع غزاء واي ان كان نوع البرنامج النوعي اللي عندنا طبعا برنامج النوعي بس عشان ما تتلخبطوش هو التخصص فكل برنامج بيبقى فيه واحدة كده اساسية واحدة قواعد السلامة والصحة المهنية طبعا اعمل ايه بقى علشان اتوخى الحذر عند التعامل مع العينات المحفوظة اكتب اسم العينة وتاريخ تحضرها ومكان جمعها واسم ومن قام بحفظها على بطاقة للملصق يعني خاصة وبتم لسقها على العبوة اغسل العينات المحفوظة بالفورمالين او بمحليل الحفظ الاخرى جيدا بالماء قبل ان يتم استخدامها من ضمن الاحتياطات ايضا عند التعامل مع العينات المحفوظة خصص خزانة خشبية ذاتة واجهة باللورية لحفظ العينات وعرضها يعني واجهة زجاجية بعد كده تخلص من العينات المتحللة بأسرع وقت ممكن في احتياطات ايضا يجب مراعاة عند التعامل مع الحيوانات في معمل الاحياء يجب لبس القفازات عند مسك الحيوانات كالارانب والفقران وغيرها من الحيوانات اثناء عملية التشريح تجنب ادخال اصابع اليد في اقفاص الحيوانات تجنب ادخال الحيوانات تسمى كالعقارب والافاعي الى معمل المدرسة لدراسة او اهداف هناخد بقى جزئية مهمة جدا اهداف اعداد الشراح المجهري ليه انا بعمل شريحة ميكروسكوبية او شريحة ميكروسكوبية وبيستخدمها تحت الميكروسكوب طبعا الشراح مهمة جدا لدراسة التركيب الداخلي للكائنات الحية اه او حتى التركيب الخارجي اللي احنا بنوع عليه المورفولوجي وكل دي بتبقى اه ايضا من ضمن الفوائد بتاعت اعداد الشراح المجهرية انه قد يتعذر اثناء الفصل الدراسي مثلا ان يكون النموذج اللي عندي نموذج موسمي يكون بينمو في موسم غير الموسم فبالتالي انا بعمل شريحة اثناء زراعة النبات او عمل قطاعات مختلفة وبعد كده بيتم عمل الشريحة اللي حين فحصها اثناء الحصص الصفية بالنسبة لطلابنا المطبق لديهم منظومة الجدرات تعالوا نشوف بقى الاهداف على شاشتنا المتميزة لدراسة اهداف الشراح دراسة التركيب الداخلي او الخارجي في بعض الكائنات الحية اتنين بتستخدم في دراسة تركيب الاجزاء الصغيرة مثل التركيب الدقيق للانسجة والخلايا وفحص الاشياء والعينات وايضا التعرف عليها تعالوا نشوف خطوات اعداد الشرايح اول خطوة عندي اللي هي عملية التثبيت بيتم العملية دي من خلال المحافظة على تركيب الخلايا وبقاءها على حالتها الطبيعية والطريقة دي بيتم ازاي بيتم بوضع العينة في محلول من الكحول تركيزه 96% لمدة يوم كامل او 24 ساعة على الاقل حتى يتم تثبيت الانسجة ثم بيضاف اليها ماء نقي بنسبة السلس تقريبا مع قليل من الجلسرين وبيتم حفظها في زجاجات محكمة القفل تاني خطوة عندي اللي هي القطع القطع ده بيتم باستخدام المشرط او ما يسمى بالمايكروتوم مايكروتوم ده بعد زي ما انتم شايفين في الصورة ده جهاز بيتم من خلاله عمل شراح بسمك معين وبنفس السماكة وطبعا ده مهم جدا عند اعداد الشراح بصورة تجارية وطبعا ده جهاز دقيق جدا بيتم ضبط السمك المراد وبعد كده ايش الجهاز بيقطع الشراح بالسمك المطلوب وذلك للحصول على شريحة بالسمك المطلوب ده من خلال استخدام المايكروتوم زي ما انتم شايفين هو ليه اشكال مختلفة ومتعددة احنا جيبنا شكل واحد منه طبعا لما تروح في المعمل وتلاقي شكل غير ده ما تقولش ما اخدتوش لا انت اخدته بس الجهاز متعدد الاشكال بس الهدف الاساسي من المايكروتوم هو الحصول على قطع متساوية من نفس العينة وبالتالي انا بعمل شرايح بنفس القطاع وبنفس السمك وبالتالي انا ممكن اعمل شرايح بصورة تجارية وبتم بيعها والحصول على مبالغ طائلة من هذه الشراحة ان انت ممكن تعملها كطالب فني معمل ممكن تعملها كمشروع استثماري بالنسبة لك ان هي تجهيز الوسائل التعليمية او اعداد الوسائل التعليمية وتعمل لك معمل كده اسمه معمل تجهيز وتحضير الوسائل التعليمية وتاخد بترخيص وبتم جمع العينات من مصادر شتى ومختلفة وبعد كده انت لما يكون عندك الخبرة والمهارة بتم تحضير شرائح بصور مختلفة ونمازج سواء كان نمازج حشرية او حيوانية او حتى نمازج اسماك محفوظة في محالي الحفظ كل دي طبعا انت بتبعها للمعامل المختلفة والجامعات بمبالغ طائلة وبتجني العديد من المبالغ وبيعتبر من المشاريع الصغيرة الناجحة وانا اعرف ناس كونوا صروات من خلال عمل مشروع اللي هو تحضير الادوات المعملية والوسائل التعليمية المختلفة الخاصة بالمدارس وايضا بالجامعات تعالوا نشوف مع بعض عزيزة طلبة والطالبات بعد التسبيت والقطع ثالث خطوة عند اللي هي خطوة السبغة اجربنا في الحلقة السبغة على كيفية صبغ الشراح باستخدام انواع مختلفة من الصبغات قد تكون ميسيلين بلو او ازرق الميسيلين او صبغة جرام او احمر الميصال اي ان كان نوع الصبغة انت طبعا هتتضرب في المعمل على كيفية اجراء الصبغة باي نوع من انواع الصبغات الخطوات اساسية واحدة باختلاف نوع الصبغة تعالوا نشوف ازاي نعمل بقى عملية صبغ للعينات بيتم تلوين الانسجة بما يناسبها من الصبغات ويمكن اتباع الخطوات الاساسية للحصول على شريحة نموذجية خطوات الصبغ بقى اول حاجة بتوضع القطاعات في كحول نقي بنسبة 50% خطوة تانية بتصبغ القطاعات بالصفرانين مع لون احمر لمدة 5 الى 15 دقيقة يعني بسبها في الصفرانين لمدة 5 الى 15 دقيقة بعد كده الخطوة التالتة بتوضع القطاعات في كحول 50% مرة اخرى لغسلها وازالة الصبغة الزائدة والخطوة الرابعة بنستخرج رطوبة او المياه من القطاعات بوضعها في كحول تركيزه 70% ثم كحول تركيزه 90% لنزع رطوبة وبعد كده الخطوة اللي بعد كده بيتم صبغ القطاعات بالاخضر الضائي لمدة دقيقة وبعد كده بيتم غسل القطاعات بوضعها في كحول 96% ثم في كحول مطلق يعني 100% لاستخراج الماء الزائد تماما منها ثم توضع فيه زيلول وبعد كده بيتم وضع الشريحة الزجاجية او بيتم وضع الشريحة الزجاجية بيتم وضع نقطة من كاندابلسم وده محلول حفظ ثم يوضع القطاع الغطاء وبتغطى بغطاء الشريحة او الكفر وبعد كده بتوضع الشريحة في فرن التكفيف حتى يتم جفاف كاندابلسم وده مادة مسبتة بيلصق على الشريحة الملصق او الستيكر او البطاقة اللي بيتم من خلالها تصنيف الحيوان بذكر اسمه اللي هي البيانات الاساسية اسم الحيوان والقبيلة او اسم الحشرة والرودبة وهكذا بعد كده هناخد انواع الشريحة المجهرية عندي نوعين من انواع الشريحة المجهرية عزاء طلبة وطلبة شرائح بيقول عليها شرائح مؤقتة يعني انا بعملها بصورة مؤقتة في المعمل انا بنفسي بعملها بحضرها وبفحصها تحت الميكروسكوب وبتخلص من الشريحة بعد عملها مباشرة بعد عملية الحفظ ولكن في نوع تاني بيبقى اسمه الشرائح المستديمة يبقى في عندي شرائح مؤقتة وشرائح مستديمة والشرائح المستديمة دي بتم استخدامها بصورة متكررة وبصورة مستديمة لعدة مرات لان طبعا بتبقى شرائح محملة او شرائح محفوظة وبتبقى محفوظة بسوائل او مواد حافظة زي كان دا بلسم دا دا بيخليها تدوم معنا لعدة سنين وبستخدمها في الفترة اللي بيتجاوز فيها مدة التحضير المدة الصفية او حصة الدراسية فانا بستخدم او بستعيد عن تحضير الشرائح باستخدام الشرائح المستديمة تعالوا نشوف مع بعض النوعين مع بعض على شاشتنا المتميزة الشرائح المؤقتة بتستخدم عند اه توفر العينة المطلوبة مما يتناسب اه مع وقت الدرس زي ما اتفقنا بحيث لا يتعدى تحضيرها وقت الحصة الصفية ادي اه فيديو تعليمي بحيوريلك ازاي نحضر اه شرائح اه مختلفة ادي شريحة اه طبعا شرائح زجاجية وعليها الاستيكر بتاعها وهي طبعا متحضرة هو هنا هيقوم بس بالجزئية التانية اللي هي مرحلة التسبيت زي ما اتفقنا اه في الفيديو وفي الحلقة السابقة ان احنا بنمرر اه الشرائح من 3 الى 4 مرات اه على اللهب اه لتكفيف الشريحة او تكفيف القطاع وايضا اه زي ما انتوا شايفين هم هنا بيقوم بعملية اه التسبيت اه طبعا اه كل الشرائح دي اه هو عنده هنا اربع شرائح هيعملهم هما الكل عشان اه التكرار طبعا زي ما انتوا عارفين بعلم شطار اه دي اربع شرائح بيتم تثبيتهم بنفس الكيفية ونفس اه الطريقة وطبعا زي ما انتوا شايفين الشريحة عليها الملصق اه او بطاقة البيانات اللي بيزكر فيها اسم الودبة او الفيلم او القبيلة للحيوان او للودبة الحشرية اه المختلفة اه دي عملية اه التسبيت باستخدام لهب بنزل وهدي الادوات اللي موجودة معانا في التحضير زي ما انتوا شايفين معانا في اه الفيديو ابرت التلقيح عملنا بها الغشاء وهدي نقطة المية اللي كنا بنستخدمها في فرد اه الغشاء وطبعا ده لهب اه بنزل تعالوا بقى نشوف مع بعض اه النوع التاني من الشرايح اللي هو الشرايح المستديمة الشرايح المستديمة امتى استخدمها اذا كانت العينة نادرة ومن الصعب الحصول عليها في اي وقت من اوقات اه السنة وعندما يستغرق اعدادها وقتا طويلا لا تتحملوا الحصة اه الصفية زي ما قلت لكم اه الحصة الصفية مدتها بتبقى حوالي اه تلاتين دقيقة او اه نصف ساعة وده لو انا عندي التحضير الشرايح حياخد وقت لا انا بستعيد عن كده باستخدام الشرايح المستديمة حياخد بعد كده اه ترتيب الشرايح الحيوانية والحشرية اه عند ترتيب التجهيزات المعملية الخاصة بمعمل الاحياء لابد من مراعاة القواعد التي تضمن سلامة الادوات وايضا سلامة المتعاملين مع هذه الادوات بتم ترتيب الشرايح المجارية في صناديق خشبية او علب من البلاستيك مدون على كل شريحة اسمها ورقامها زي ما اتفانا وبيتم تثبيت قائمة داخل او خارج الصناديق او العلب بتحتوي على اسم الشريحة ورقامها وعددها وذلك لتسهيل عملية التعرف عليها وتناولها وقت الحاجة وبتوضع في مكان جيد التهوية وبعيدة عن الرطوبة ادي اه صورة اه بتبين لك اه علبة حفظ الشرايح وادي ترتيب الشرايح زي ما انتم شايفين فيه العلبة ادي الملصق وعليه كل محتويات العلبة من الداخل وادي الشرايح بنفس الترتيب موضوعه بنفس الترتيب لتسهيل عملية الحصول على الشريحة وقت اه الحاجة تعالوا بقى نشوف اه الاجهزة والادوات اللازمة لتحضير اه الشرايح بتقسم الادوات والاجهزة المعملية الى اول حاجة عندنا اللي هي الادوات الزجاجية اه بيتم حفظ الادوات الزجاجية في اه خزانة خاصة بها وبيتم تنظيفها قبل كل استخدام وبعده اه ثم بيعاد ترتبها بشكل مناسب في الخزانة الخاصة بها بعد اجراء عملية التكفيف بشكل جيد باستخدام ورق تكفيف ناعم في حال كونها اه من النوع اه كبيرة الحجم اما في حال كونها اه صغيرة الحجم اللي هي الادوات الزجاجية فبيتم تكفيفها باستخدام فرن التكفيف وزلك بعد اجراء عملية غسيل اه لها الاجهزة والادوات الغير زجاجية بحفظها ازاي بتم حفظها في خزانة خاصة بعيدا عن المواد الكيموية منعا من وصول الغازات المتصعدة من هذه المواد اليها وحتى لا يتسبب ذلك في اه تلفها هناخد بقى المعيار التاني في المخرج اه التعلم رقم اربعة اللي هو يعد الشرائح الحيوانية والزجاجية اللي هو يختار الشرائح الحيوانية والحشرية وفق اولوية العمل في المعمل اه طبعا علشان اختار الشرائح الحيوانية والحشرية عند ترتيب معمل الحيوانية لازم اتبع القواعد الاتية اول قاعد عندي يجب التأكد من رقم الشريحة واسم الشريحة ثم يتم امساك الشريحة بالطريقة الصحيحة وزلك باستخدامها او بامساكها من الحواف ودي طبعا مهارة ممكن ان انت تتعرض لها من قبل المقيم اه طبعا يقولك ازاي يتم امساك الشريحة بالطريقة الصحيحة ما تمسكش بقى الشريحة من المنتصف بيدك لانه اليد دائما وابدا اعزاء طلبة ويطلبات بيكون عليها مادة دهنية ممكن تؤدي الى عدم وضوح رؤية اثناء اجراء عملية الفحص بالميكروسكوب وانت عشان تتفادى حدوث هذا الخطأ بتمسكها من الحواف وبالتالي هي دي الطريقة الصحيحة لامساك الشراحة الزجاجية وارجعوا للحلقة الاولى في وحدة اعداد معمل الاحياء احنا عرفناكم في الحلقة دي كل الادوات ووظيفة كل اداة موجودة في معمل الاحياء بالصوت والصورة وكان معانا الادوات الادوات في الاستوديو ووريناكم كل الادوات وكل اداة ووظيفتها كل اداة ووظيفتها وازاي استخدمها بالطريقة الصحيحة تعالوا نشوف مع بعض من ضمن القواعد ايضا بيتم اختيار الشراحة الحيوانية والحشرية وفق التجارب المعملية الخطوة اللي بعد كده بتوضع الشرائح على المندضة حسب ترتيب التجارب المعملية التي سوف يتم دراستها طبعا انت كامين معمل في المستابل انت بيبقى موكل اليك مهمة تحضير التجارب المعملية قبل دخول الطلاب وتأكد من جاهزية المواد والادوات والاجهزة للعمل وايضا ترتيب الخامات والمواد والاجهزة وفق ترتيب التجارب المعملية المختلفة وتسجيل لازم يكون عندك مهارة التدوين والتسجيل في سجل امين المعمل للتجارب المعملية المختلفة طبعا احنا عندنا امناء معامل بنوجه لهم التحية عبر شاشتنا شاشة التلفزيون المصري لان لديهم من الكفاءة والقدرة على تحضير التجارب المعملية المختلفة بكفاءة عالية بعد كده بتوضع الشرائح زي ما اتفقنا على المندضة حسب ترتيب التجارب المعملية التي سوف يتم دراستها بعد كده المعيار اربعة تلاتة من مخرج التعلم يعد الشرائح الحيوانية والحشرية والمعيار اللي قبل الاخير لو ينظف الشرائح الحيوانية والحشرية وفقا لارشادات المعمل تنظيف يعني هستخدم ادوات تنظيف اولا تنظيف الشرائح الجديدة بتم غمرها بنظفها ازاي؟ اقوم بغمرها في محلول التنظيف وتوضع الشرائح في حض به ماء او سائل الغسيل المنظف بالتركيزات المطلوبة كما يجب وضع الشرائح طول والاخرى ثم تترك منقوعة في المحلول المنظف طوال الليل المرحلة التانية من مرحلة تنظيف الشرائح الجديدة لتشتيف والتكفيف بتم تشتيف الشرائح الواحدة طول والاخرى وبتجفف بوسطة استخدام قماش ناعم خالي من الزغب بعد كده بتترك على ورق الترشيح وحدة طول والاخرى وبعد كده بتترك لتجف ثم تفحص كل شريحة على حدة وبتم التخلص من الشرائح التي بها عيوب كالخدوش او عليها بقع لم يتم التخلص منها بمحلول التنظيف طيب النوع التاني من الشرائح دي كانت الشرائح الزجاجية الجديدة النوع التاني اللي هي تنظيف الشرائح الحيوانية والحشرية المحملة يعني اللي موجود عليها عينة مستديمة بتم تنظيفها باستخدام الكحول الايسيلي تركيزه 70% او الماء المقطر او باستعمال مادة البوركس اللي هي بقوانة من بورات السوديوم ودي بتستخدم لتنظيف الشرائح الحيوانية والحشرية المحملة ثم بتجفف بقماش ناعم خالي من الزغب لحين استعمالها المعيار الاخير معانا في المخرج الرابع اللي هي يعد الشرائح الحيوانية والحشرية اللي هو يحفظ الشرائح الحيوانية والحشرية وفقا لقواعد العمل بمعمل الاحياء الهدف من حفظ الشرائح عزية طلبة ويطالبات والنمازج الحيوانية والحشرية بتم حفظ بعض انواع الشرائح والنمازج الحيوانية والحشرية وذلك لدراساتها عندما يتعذر الحصول عليها او على عينة منها وقت الحاجة لذلك طرق الحفظ بقى متعنوعة وعديدة هاخد اول حاجة بتحفظ الشرائح المجهرية زي ما وردتكم في الصورة في علب شرائح خشبية او مصنوعة من البلاستيك مدون على كل شريحة بياناتها اللي هو اسم العينة ورقم العينة وبيثبت زي ما انتم شفتوا برده في الصورة قائمة من داخل العلبة او بتلصق في داخل العلبة او من الخارج وهذه القائمة بتحتوي على اسم الشريحة ورقمها وعدد الشرائح داخل كل علبة وذلك لتسهيل عملية التعرف عليها وتناولها وقت الحاجة اليها وبتوضع علب الشرائح في مكان جيد التهوية وايضا المكان ده يكون بعيد عن رطوبة ادي علبة الشرائح زي ما انتم شايفين دي طبعا خالية من الشرائح ودي المكان اللي بيتم فيه ترتيب الشرائح ودي القوائم فارغة وانت بقى لو عندك القائمة دي بيتم تدوينها او ملقاها وفقا لعدد الشرائح اللي موجودة عندك في العلبة وايضا ارقام او ترقيم كل شريحة ادي فيديو هينبين فيه ازاي اقوم بعملية تحضير احد الشرائح الحيوانية وايضا اقوم بفحصها تحت الميكروسكوب انا باخد بواسطة ساق زجاجية جزء من الخلية اللي عندي وبمسحها على الشريحة الزجاجية وبعد كده بقوم بصبغ الشريحة بواسطة ازرق الميسيلين زي ما انتم شايفين معانا ادي الصورة هذا هو ميسيلين بلو اللي هو ازرق الميسيلين بيتم وضع نقطة من السابغة في منتصف الشريحة على الجزء المفروض من العينة وبعد كده بيتم التخلص من الجزء الزائد عن السابغة باستخدام ورق الترشيح طبعا كل الخضوات دي اعزاء طلبة والطالبات لازم تكون انت على دراية بيها و ادي ورق الترشيحة هو هياخد الجزء الزائد من السابغة بواسطة استخدام ورق الترشيح او ورق تكفيف وبعد كده حيقوم بفحصة الشريحة تحت الميكروسكوب وباستخدام طبعا ادي الميكروسكوب المعتمد في الإضاءة على المصدر التغير الكارابي زي ما احنا اتفقنا وبيضع الشريحة على مصرح الميكروسكوب وبيثبتها بمقابض التثبيت زي ما انتوا شايفين ومن خلال العدسة العينية بيلاحظ ادي الخلية المسبوغة اللي هي في المنتصف زي ما انتوا شايفين دي طبعا خلية حيوانية طيب تعالوا بقى عزاء طلبة قوي الطالبات نشوف ازاي اقيم بقى الطلاب في مخرج التعلم رقم اربعة احنا اتفقنا وقلنا انه انا عندي دليل اساسي اللي هو دليل اداء في صورة بطاقة ملاحظة والنوع التاني اللي هو دليل تساؤل في صورة امتحان تحرير طبعا الاثنين مع بعض ادلة اساسية ولا غنى عنها اثناء تقييم الطلاب واصدار الاحكام عليهم حيث كونهم اصبحوا جديرين في اداء المخرج التعلم رقم اربعة اللي هو يعد الشرائح الحيوانية والحشرية المختلفة طبعا انتوا شوفتوا ازاي اعمل عملية اعداد وترتيب واختيار وتنظيف وايضا عملية حفظ للشرائح كل دي بتبقى خطوات اساسية للحكم على المتدرب او على الطالب انه اصبح جدير في مخرج التعلم رقم اربعة زي ما اتفقنا عندي ادلة اساسية ادلة التعلم اساسية اللي هي بطاعة الملاحظة ودليل التسايل اللي هو في صورة امتحان تحريري والادلة الداعمة دي بقى ايه مهمتك انت كطالب انت تبقى مهتم انه البرتوفيليو بتاعك او ملف الانجاز بتاعك يكون شكله كويس يكون منظم يكون محتوي على جميع المرفقات وسجلات التقييم بتاعتك تكون مكتملة كل دي انت اللي تدور وتسأل وكل الادلة الداعمة تحضرها او تحضرها للمقيم علشان يرفقها لك في ملف او سجل التقييم الخاص بوحدة اعداد معمل الاحياء وخلي بالكو اه جي راديو اللي او بنقول عليها تدريجيا هتبقوا انتو من سنة اولى تبقى بشكل وسنة تانية هتبقوا اكثر خبرة وسنة تالتة هتبقوا خلاص بقيته مدربين اه ومؤهلين للتعامل مع اه منظومة الجدرات المهنية تعالوا نشوف اه بطاعة الملاحظة اه الخاصة بالمخرج التعلم رقم اربعة اللي هو يعد الشرائح الحيوانية والحشرية طبعا انتو بقيتو شطار في اه بطاعة الملاحظة اللي هو تتكون من اه الجدارة وبعدين مخرج التعلم وبعدين معيار الاداء وفي الناحية الشمال فيه عند التقييم اجتاز لمرتين اذا لم يجتاز في المرة اه التانية بيتم تحويل الطالب لبرنامج علاجي اذا لم يكون متغيب اه بيء الكلية في مخرجات اه التعلم او تم فصل الطالب وبيدون اه في يوم التقييم التاريخ وايضا توقيع اه المقيم معيار الاداء المعيار اربعة واحد بيرتب الشرائح الحيوانية والحشرية اه بيتحقق من توفر الاضاءة زي ما اتفقنا بيرتب الشرائح وفق الارشادات بيرتب الشرائح الحشرية وفق الارشادات المعمل معيار التاني بيختار الشرائح الحيوانية والحشرية وفق اولوية العمل بيء المعمل طبعا دي مهمة جدا ليه امناء المعامل بيختار الشرائح الحيوانية وفق اولوية العمل بيء المعمل وبيختار الشرائح الحشرية وفق اولوية العمل بيء المعمل وبتم اه تنظيف الشرائح الحيوانية والحشرية وفق ارشادات العمل بيء المعمل وايضا بيقوم بعملية حفظ للشرائح الحيوانية والحشرية وفق قواعد العمل بالمعمل وطبعا في نهاية البطاقة في مكان لتوقيع المقيم والمحقق الداخلي والخارجي مخرج التعلم الخامس والاخير في وحدة اعداد معمل الاحياء اللي هو يعد النمازج الحشرية والحيوانية احنا في المخرج الرابع كنا بنتكلم عن اعداد الشرائح الحيوانية قلنا يرتب الشرائح يختار الشرائح ينظف الشرائح وايضا يقوم بعملية حفظ للشرائح بصورة صحيحة وطبعا خطوات تحضير الشريحة انتوا عرفتوها اللي هو الجزء المهاري والجزء المعرفي عملية التثبيت وعملية القطع والسبب والفحص كل دي بتبقى مهارات اساسية طلبنا الاعزاء اكيد دلوقتي على دراية بكيفية تحضير شرائح وعينات مختلفة من سواء كانت عينات نباتية او عينات حشرية او حيوانية ولازم تعرف الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية دي من المهارات الاساسية اللي لا غنى عنها الفصل بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية والكائنات التابعة للمملكة النبات ومملكة الحيوان اخر مخرج معنا في الوحدة اللي هو يعد النمازج الحيوانية والحشرية والنموذج هو باختصار شكل أو مجسم للكائن الحي أو للعينة الحيوانية أو النباتية أو يكون بصورة مكبرة يعني يكون الكائن نفسه بس محفوظ بأحد وسائل الحفظ المختلفة سواء كان بالتحنيط سواء كان بسواء الحفظ كالفورمالين أو الكحول أيا كان السال اللي عندي يبقى أنا عندي مجسم وعندي أيضا نموذج حي بيبقى في صورة محنطة أو في صورة محفوظة بسواء الحفظ المختلفة والمجسمات عموما والنمازج عموما بتزبط في أزهان أعزام الطلاب لأطول فترة ممكنة لأنه بيشوف قدامه النموذج وبيشوف الخصائص الخارجية وأيضا التشريح الداخلي عند عمل قطاع في النموذج لأحد النمازج التعليمية المختلفة تعالوا نشوف بقى المعايير الأداء اللي معنا يرتب النمازج الحيوانية والحشرية وفق إرشادات المعمل معيار خمسة تنين بيختار النمازج الحيوانية والحشرية وفق أولوية العمل بالمعمل المعيار خمسة تلاتة بينظف النمازج الحيوانية والحشرية وفق إرشادات المعمل والمعيار الأخير خمسة أربعة بيحفظ النمازج الحيوانية والحشرية وفقا لقواعد العمل في معمل الأحياء أدلة التعلم زي ما اتفقنا عندي دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة مدمجة للمعايير من خمسة واحد لخمسة أربعة ويبتاخد مرفق رقم اتنين والدليل التاني اللي هو الأساسي يقدم دليل تساؤل في صورة امتحان تحرير للمخرج رقم خمسة وطبعا كل المعايير مرفق رقم خمسة أدلة التعلم الدعمة بتكون في صورة زي ما اتفقنا إما صور رقمية اللي هي الصور بتاعة الموبالي العادي صور نفسك بيها واتبعها أو في صورة تسجيلات فيديو أو بيتم حفظها طبعا في فلاشة أو سي دي أو دي في دي أو حتى هارد ديسك وبعد كده كل الأدلة دي بيتم جمعها والاحتفاظ بها في ملف الإنجاز الخاص بكل طالب من أجل أغراض التقييم والتحقق سواء أثناء تقييم الوحدات من قبل المقيم أو المحقق الداخلي وأيضا المحقق الخارجي أو بيتم الاحتفاظ بها لعرضها على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم في التقييم النهائي الخاص بالبرنامج الدراسي النوعي سواء كان صناعي بقى أو زراعي أو تجاري كل دي طبعا بتبقى أدلة مبرهنة على أن الطالب قام بأداء المهمة التي أوكلت إليه بكفاءة عالية وأصبح جديرا في الحصول على لقب جدير وبالتالي أصبح مؤهلا للحصول على شهادة من قبل الوزارة هذه الشهادة هو بياخد شهادتين مش شهادة واحدة الشهادة التانية دي بتبقى توهله للالتحاق مباشرة بسوق العمل المحلي أو سوق العمل العالمي تعالوا بقى نشوف معيار خمسة واحد بيقول إيه بيرتب النمازج الحيوانية والحشرية وفقا لإرشادات المعمل النمازج طبعا دي مقدمة عن النمازج النمازج الحيوانية والحشرية التعليمية قد تكون زي ما قلتلكم محفوظة على حالتها الطبيعية أو بإجراء عملية التصبير أو بإجراء عملية التحنيط أو حفظها في سواء الحفظ ورسوم التعليمية آآ بالصور المختلفة سواء كانت آآ رسوم آآ توضحية أو حتى ملصقات أو مصورات وغيرها من الوسائل التعليمية الهامة في آآ معمل آآ الأحياء أهمية بقى النمازج الحيوانية والحشرية في عملية التدريس نفسها بتكسب الطلاب مهارة الملاحظة والتعاون مع زملائه ومهارة حل المشكلات وبتكسب الطلاب أيضا بعض المهارات اليدوية والزهنية وبتساعد على زيادة فرص التعرف على البيئة طبعا مبادئ استخدام النمازج الحيوانية والحشرية في العملية التعليمية علشان تحقق النمازج التعليمية سواء كانت حيوانية أو حشرية الأهداف المرجوة منها في العملية التعليمية لا بد من وضع المبادئ أساسية لتحقيق ذلك أول مبدأ عندي أن أختار النمازج الحيوانية والحشرية بحيث تكون مناسبة للهدف والموضوع للطلاب يعني الكلام ده يعني يا دكتور الكلام ده كبير علينا لا مش كبير ولا حالي أنت كطالب بيدفي منظومة جديدة لازم يكون عندك أول حاجة حدد هدفك لازم يكون عندك هدف محدد أنا عايز ألتحق بالسوق العمل بعد انتهائي واجتيازي للوحدات الأساسية للبرنامج النوعي أو أنا عايز أن أنا أكمل دراستي في الجامعات التكنولوجية المختلفة بعد حصولي على التقييم النهائي في نهاية البرنامج طبعا أنا بقوله أحدد هدفك لازم يكون عندك حلم ابزل جهدك ما فيش حلم بيتحقق وانت ما بتبزلش جهد دايما علشان تنجح لازم تتعب لازم يكون عندك صبر حتتعرض لمعوقات كثيرة جدا قم بوضع هدفك وحط خريطة زمنية لتحقيق الهدف بتاعك ونظم وقتك ده أهم حاجة طبعا يبقى حدد هدفك ابزل جهدك ونظم وقتك كل ده من شأنه إنه يحقق الهدف العام لأعزانا الطلاب اللي أنت تكون عضو نافع في المجتمع وبالتالي أنت من خلال تحقيقك لذاتك بتشعر بالفخر وبتكون مصدر للاعتزاز بالنفس من قبل أسرتك وأيضا من قبل المجتمع والدولة بعد كده بعد عملية الاختيار بيتم وضع النموذج في مكان واضح بحيث يمكن لكل طالب رؤية هذا النموذج بوضوح التأكد من أن المتعلمين على دراية بالحجم الصحيح للشيء الحقيقي طبعا عندي نموذج ممكن يكون مصغر الذي يمثله النموذج المعروض وبيسمح لطلاب بلامس النموذج ودراسة تفاصيله والتعامل معه طبعا لطبيعة النموذج وبيراعى فيه النموذج أن يتسم بالصدق والواقعية فيما يبرزه من خصاص وألوان وحجمه وأجزاءه المختلفة وأن تكون بطاقات البيانات المرفقة للنموذج يتم قراءتها بوضوح وبسهولة أنواع النماذج طبعا عندي النماذج حيوانية وحشرية متعددة نموذج الشكل الظاهري زي نموذج الظهرة مثلا أحوريكم الصورة دلوقتي ليه نموذج الكطاعات وهي تهتم بإظهار التكيب الداخلي للشيء سواء كان كطاع عرضي أو كطاع طولي قادي نموذج ليه الظهرة ومكونات الظهرة على النموذج قادي السابلات والبتلات والسوداء اللي هي عضو التسكير والمتاع اللي هو عضو التأنيس في الظهرة ده بيسهل علينا دراسة أجزاء الظهرة المختلفة من ضمن أيضا أنواع النماذج نماذج الأشياء الحقيقية المعدلة وبتشبه الأصل زي الهيكل العظمي ليه جسم الإنسان النموذج الشفاف بيتم صناعته من غلاف خارجي من الزجاج أو البلاستيك الشفاف ده ليسهل علينا مشاهدة الأجزاء الداخلية هذه طبعا الهيكل العظمي للإنسان بيبين لك كل أجزاء الهيكل الدعامي في جسم الإنسان النموذج أو الأنواع اللي بعد كده اللي هو النموذج المفتوح وده بيتم عمل فتحة فيه لإظهار محتواته الداخلية دون عمل قطاع فيه مثل أي جهاز من الأجهزة الداخلية للإنسان كجهاز التنفسي مثلا والنوع السادس اللي معي اللي هي النماذج المفككة بيتم فكها وتركبها لتوضيح الأجزاء المختلفة في تركبها بكده أعزائي الطلبة والطالبات بكونوا تناولنا بالدراسة مخرج التعلم رقم أربعة اللي هو يعد الشرائح الحيوانية والحشرية المختلفة وقطعنا باع كبير جدا أو شرط كبير جدا من مخرج التعلم رقم خمسة اللي هو يعد النماذج الحيوانية والحشرية لو أنتم عايزين تعرفوا معايير الأداء الخاصة بمخرج التعلم رقم خمسة وأدلة التعلم الخاصة بهذا المخرج وكيفية إصدار الأحكام على أعزان الطلبة والمتدربين لمعرفة أنهم أصبحوا جادرين في هذا المخرج أم ليسوا جادرين بعد يبقى لازم تنتظرون في الحلقة القادمة بإذن الله بكده عزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته